أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أمزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله ليحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكن من أوسة ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخبر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء أفي الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم موتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحوا في مطعموا إذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صيد وأنتم حرم ومن قتله منكم تعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم يحب به ذوى عدل منكم ذوى عدل منكم هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدوق وفال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو اتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر وادمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة الميت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتن قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله ياء للألباب لعلكم تفلعون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها عين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بأكافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سيبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفر يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ما ضل إذا هتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا شهادت بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين المصيّة اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كانت قربا ولا نكتم شهادة الله إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْهَاتِمِينَ فَإِنْ عَثِرَا عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَعَقَّا وَإِكْمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَعَقَّ عَلِيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالليل شهادة لا أحق من شهادتهم وما اعتدينا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَا إِنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ أَوْلِهِهَا أَوْ يَخَافُ أَنْ تُرَدْ أَيْمَانٌ بَعْدْ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أن تعلم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروع القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والطولات والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطيل بإذنه فتنفق فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمننا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وآت خير الرزق قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لأعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرغب عليهم وأنت على كل شيء شهيدا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا جو ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجدي من تحتي الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملق السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والموت ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذب بالعقل لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستازئون ألم دروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم بالأرض لم نمكن لكم لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهر تدري من دحت فألكناه بذنبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استوزئ برسل من قبلك فعقب الذين سقروا منهم ما كانوا به يستجئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمع لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العلم قل أغير الله أتقذ وليا مفاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أولت أن أكون أول من أسلم ولا تكون هنا من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بذر فلا كاسف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهده بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لإنذركم به وما بلغه أئنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشتكون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى وعند الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلع الوالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا إذا شركاكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين ونذروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفكرون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذنهم وقراء وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كيجدلون كيقولوا الذين كفروا إن هذا إلا تساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ فقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوه لعدوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ فقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ذهورهم ألا ساء ما جزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا الدار الآخرة خير ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتهم نصرنا ولا مبدر لكلمة الله قال قد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبرى عليك إعرادهم نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الودى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستنيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آيتهم من ربي قل إن الله قادر على أن ينزل آيته ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فردنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا بكم في الظلمات من يشه الله يضلل ومن يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغل الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون من دونه بيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون من دونه ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أممهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوت واخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقوطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم أبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا موشلين ومهدينين فمن آمن وأصلح فلا خاف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا جمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين خافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين دعون ربهم بالغدة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطرد فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكلين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمن أعنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده أصدع فأنه غفور رحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم بما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في المد والبحر فما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار ويعلم ما جرعتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهد فوق عباده ورسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ليفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحق وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البل والبحر تضعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لا نكونن من الشكلين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياعا ويضيق بعضكم بأس بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق كن لست عليهم بوكيل لكل نبأ مستقل وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى عن القوم الظالمين وما على الذين اتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهو وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسه بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شكع وإن تعدل قد لا عدل لأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا ونرد على آقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استاوت الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة والتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكونهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإن يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهم وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوت الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنستمع لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم يوفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبر وإذ قال إبراهيم لأبيه آسرة تتخذ صناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفنين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغتا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشتكون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاب ما تشتكون به إلا أن يشع ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به عليكم سلطانا فإن الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك عجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجة من نشاه إن ربك عكيم عليم ووهبنا لهم إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته دابود وأيوب دابود وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واللسع ويونس ولوطان وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين أولئك الذين هدى الله فبهده مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا على ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعل له قراطي ستبدونها وتطفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم دررهم في قوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنهر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أنوحي إلي ولم نوحي إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهن بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمنا فرادا كما صلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم راء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعون إن الله فارق الحب والنواه يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فارق الإصباح واجعل الليل سكنا والشمس والقمر حصبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أمشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان غانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمروا ورعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن ما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالقوا كل شيء فاعبدوا وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقومي يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركون وما جعلنك عليهم حفيظا وما آت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أممة عملهم ثم إلى ربهم مرضعهم فينبئوه بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جاد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت ليؤمنون ونقلب أفدتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله مولانا العظيم